اهلا بكم الجديد مشاهدين وفقرة ستا أوروبا والتي تأتيكم لهذا الأسبوع من هنا من العصمة البريطانية لندن أخيرا اقتنعت الأنديا الإنجليزية على ضرورة استخدام تقنية الفيديو خلال الموسم المقبل الأنديا الكبيرة التي رفضت اللجوء إلى الفار قبل ستة أشهر وافقت بلا تردد بعد أن طرح الموضوع للتصويت من جديد إنه صحيح، حسنا، 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 حسنا أعتقد أن الـ VAR هو مهم جداً ومهم جداً أنه يأخذها لإستخدام التقنية المستخدمة لقد رأيته في الـ World Cup، لقد أخذها جيدة جداً، لذلك أعتقد أنني أحد من المستخدمين لإستخدام التقنية المستخدمين لإستخدام التقنية وإستخدام التقنية المستخدمين لإستخدام التقنية المستخدمين وإستخدام التقنية المستخدمين، أعتقد أن مورينيو ستكون مستخدمين لإستخدام التقنية المستخدمين لذلك، أعتقد أن أعطائي مني وكن أظن أني الرأي الشخصي ديالي أن الـ VAR فقدت الكرة فقدت الحلوة دياله مع الـ VAR يعني يخصد تبقى على طبيعة دياله وين روني يحظى بوتاع مميزة النجم الإنجليزي المحتزل العام الماضي لب دعوة المدرب جارد ساوث جيت لإخوض مباراة أمريكا الودية مباراة نال فيها ابن الثلاثة والثلاثين التصفيق والتكريم للإنجازات والأرقام 53 هدفاً دولياً خلال 120 لقاء لكني أعتقد أنه كان مباراة جيداً ونحن سوف نتحقه أعتقد أن الإنجليزة وين رونيو سيكون ممتعاً جيداً في كاريه وكان ممتعاً جيداً وكان ممتعاً ممتعاً في 50 تقنية وكان ممتعاً في 50 تقنية 2B, oh not 2B my England 3 Lions close to me my England All right rain Rooney England will miss you and good luck on your retirement During your time in England you scored many good goals in all the games I came to and good luck in the future games We love you Rooney Yeah miss you every day Rooney We love you so much Damn day